بريتيل القرية البقاعية التي صورت على مدى سنوات على أنها قرية الخارجين على القانون من قتلة وتجار مخدرات وعصابات سرقة ترتاح اليوم هادئة وهانئة متكئة على سلسلة جبال آملة أن تتغير أحوالها صورة نفسها تنطبق على معظم مناطق البقاع وباتت المحافظة المنسية ملجأ للكثير من الخارجين عن القانون حتى تراجعت المطالب التنموية والصحية والتعليمية والاقتصادية ليتقدم إلى الواجهة مطلب أساسي يتمثل في العفو العام في عندي ابني بري عباس يونس من المطالبين بالعفو العام الرجل سجن ابنه البكر بسبب خلاف مع مستأجر كان يقتن بمنزل يملكه الوالد راح ابني قال له هلأ بتفل من البيت ضاربوا ببعضهم اتوقف هيدا الشاب عم بيلوف سجارة حشيشي قالولي وعم بيسألوه قالوا له منلك انت هاي قال لهم من عبد الغني يونس اخويته قالوا ليش بلايت على هالزالمة قال لهم بصراحة لأنه ضربني وسبلي بي 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 ميت بس أنا بدي خلص دمتي اعمل له براءة زمة قدمت لبراءة الزمة القاضمة معها خلاص إنه من بريتين يا باه هادي تجار مخدرات أهل بريتين عنده قضية داخل السجن كمان مخدرات قضية عسكرية وفيها متهمين أكتر من ستين واحد والقاضي العسكري عم بيأجل طلب منا نقدم اخلص بيل وما قادر ادفع اخلص بيل اخلص بيل بالخمسة مليون عندي اتنين موقفين واحد برومي واحد بالبترون علي توقف مخدرات هلأ له سنتين وبعد ما حكموا عندي الثاني حسين لقوا بيوم الانتفاضة برومي لقوا عنده مخدرات ولقوا تليفونات مبعشو انحكم خمسة وثلاثين سنة وين العدل رح تطعن بالحكم رفضولي ابني عم بيموت جوا مكسورة اجرح مغرغرة عندي خاية له خمسة عشر سنة بالحبس انحكم خمسة عشر وخلص حكمه من سبعة شهر جننا نطلع العلاقي اشارات بأسر العدل إلي شهرين كل اليوم بروع العدلين بروعنا على الاشارات مش موجودين تختلط قصص الأهالي إلا أن المطلوبين أكثر وضوحا أدي عمرك؟ 18 سنة أدي كان عمرك أول مرة طلع فيك مذكرة وتوقفت؟ كان عمري 13 توقفت على 16 سنة وقدين حبسة؟ 3 سنة بتهمت شو؟ سرقة شراء مسروق وهلأ شو؟ هلأ كمين شراء مسروق وما إلي علي بدنا عفو عام وخالص لحتى دعواني متقابل لحتى نشتغل ونأسس حياتنا المجدين شكلت لجنة في البقاع لمتابعة ملف العفو العام قبل أشهر وأولى مهماتها تغيير الصورة النمطية بالحقائق الموجودة لصادرة من وزارة العدل بالأرقام لا يتعدى عدد المطلوبين حوالي 8000 كل المطلوبين بكل لبنان بالبقاع منهم حصتهم إذا بدأت تكون حمي من هؤلاء 8000 هناك حوالي 5000 فقط بخدرات منهم 4000 عطف جرمة يعني بمعنى هؤلاء 4000 واحد حكي على الثاني يمكن ملف تلاقي فيه 60 أو 70 آسم عطف جرمة فيما يؤكد الجميع أن لا مبرر لخرق القانون يبقى سبب خروج كثيرين عليه واضحا لأبناء البقاع الحقيقة الحاجة للملحة اللي عم تصير بالمنطقة نتيجة انعدام فرص العمل عدم وجوب تنمية ولا أي مشروع انتاجي عم ينعمل بالمنطقة هذا عم يترك مجال لكل الناس أنه يصير بحالة انحراف لأنه بدأ تعيش قد يرى من يعارض العفو العام أن إعادتهم إلى المجتمع قد تشكل خطرا عليه إلا أن ما لا يعلمه كثيرون أن العفو العام مشروط بقانون العفو المقترح بيقول أنه أي واحد من هذه الناس بترجع تعمل أي غلطة يعاد فتح الملفات السابقة وهذا يؤدي إلى سجن أقله بسجارة حشيشي 25 سنة عقود نسيت فيها الدولة البقاع وقراه اقتصاديا وإنمائيا وأمنيا واليوم يطلب هؤلاء فرصة أخرى ليعودوا إلى حضن الدولة فهل تلاقيهم في منتصف الطريق بإقرار العفو العام؟ أن باب التوبة لم يفتح بعد حسان الرفاعي قناة الجديد